جمعت لجنة البيئة النيابية للبحث في موضوع استخدام العدو الإسرائيلي المفرط للقزائف والقنابل التي تتضمن مادة فوسفور الأبيض المحرمة دوليا واستعرضت لجنة مع الخبراء المختصين من منظمة العفو الدولية ووزارات البيئة والصحة والزراعة مخاطر وأثار هذا الاستخدام آنيا ومستقبليا على الغطاء الأخضر والمياه الجوفية والإنسان وارتكازا إلى التقارير الموثقة بالأدلة والتي صدرت عن مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية والتقارير والصور التي تثبت هذا الاستخدام وتجاوز البروتوكول الثالث من اتفاقية الأسلحة التقليدية واتفاقية روما والكثير من الموثيق والمعاهدات الدولية وجهت لجنة البيئة التوصيات التالية أولا إلى وزارة الخارجية بعداد ملف متكامل موثق وإداعه كوثيقة تدين الكيان الصهيوني في المرجعيات الدولية وتطلب مقاضاته أمام الجهات الدولية المختصة اثنين إلى وزارات الصحة والبيئة والزراعة إعداد خطة وقاية وعلاج عملية لمواجهة تداعيات وأثار ما حصل على أن تضمنها خطة الطوارئ المفترضة التي تعدها الحكومة ثلاثة إلى وزارة الإعلام لتظهير هذا الاعتداء وأثاره السلبية على الاستخدام والأفراد في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة والتي ترتكب الجرائم بحق البشر والشجر والحجر هذا هو اليوم حبينا نكون من بعد الاجتماع استمعنا بالفعل من وزارة الزراعة ومن وزارة البيئة من وزارة الصحة إلى تقارير موثقة وإلى التدابير وهون ما علاش بدنا نفتح باب هلالين يعني مثيرين للقلق أنه عنا كل المعرفة بما ترتكبه إسرائيل وبأثار الفوسفور الأبيض وغير قزائف ممنوعة دولية يعني متستخدم بالجنوب عنا تدعيات طبية منعرفها ولكن بكل أسف ليست لدينا القدرات على معالجتها وليس لوزارة الصحة ولا المستشفيات ولا للتواقم الطبية لا القدرة المادية ولا القدرة على الحصول على الأدوية اللازمة لمعالجة هكذا حالات لذلك نحن اليوم كلبنانيين بكل أسف متركين لإرادة الله ولمشيئته وليس أمامنا إلا الدعوة لعدم توسع رقعة المعارك بما يعود على لبنان بالكوارث صحيا وبيئيا وإنسانيا وعلى البيئة وأنا بشكركم كثير نحن بمواجهة طويلة إلى من سنة 48 ونحن نوثق ولا شيء أد ما يكون العدو متغطرس وقوي وقدر أن يؤثر على ضمير المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن ولكن هذا لا يمنع أبدا أن كل شعب تعرض للظلامة هو له الحق في مقاومة الظلامة والظلم وفي إعداد كل ما يحميه قانونيا ويحرك الضمير الدولي لحمايته وحماية حقوقه وحماية أطفاله وحماية أرضه وبيئته وزراته لا شيء يمنع ذلك والمعركة تصاعدي والمعركة نحن لن نتراجع وإذا لم تتراجع إسرائيل عن وحشيتها لن نتراجع نحن عن تمسكنا بحقوقنا الإنسانية والسياسية والوطنية بأن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة رئيس نحن أيضا لعنا تجربة نحن لعنا تجربة بال2006 بعد الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على خزانات الوقود التي صارت بلجية والصار في التسرب النفطي على ساحلنا وبالمتابعة آنذاك بالتكامل استطعنا أن نحقق حقيقة إنجازا يسجل للبنان وطلع إداني للإسرائيلي لهذا الكيان وتغريمه بدفع مبلغ حوالة 250 مليون دولار وإلى الآن في كل عام بيطجع بيطلع التأكيد على هذه الإدانية وعلى دفع التعويض من قبل الإسرائيلي ولذلك رغم كل هذا التجاوز إلا أنه نستطيع أن نحقق إنجازا ونحن عم نشوف الآن الرأي العالمي كيف يتغير أثناء هذا المشهد اللا إنساني لما له صفات الذي يمارس على غزة لا الرأي العام العالمي من خلال المواجهة من خلال إثبات الحق من خلال الإعلام من خلال تقديم الصورة يتغير ونستطيع أن نحقق إنجازا ونحن قادرون على ذلك كمان لفت نظر الرئيس إلى المساحة التي أحرقت التي قدرتها وزارة البيئة من خلال خبراء بناء على دراستها وبعتقد في دراسة كان موجودة بحوالي 4.6 مليون متر هذا الغطاء الأخضر 40 ألف شجرة زيتون بالإضافة إلى السنديان والصنوبر والأثار السلبية على المياه الجوفية وما إلى ذلك وبالتالي هذه قضية على الجميع أن ينهض ونحن أيضا ضمن لجنة البيئة نوجه شكر للرئيس على هذه الجلسة وعلى هذه الإدارة وعلى هذه الإنتاجية وعلى هذا التكامل الذي كان داخل أعضاء كل هذه اللجنة في توجيه الإداني وفي الإصرار على المواجهة مع هذا العدو الذي لا يراعي لا ذمة ولا إلا ولا دينا ولا معاهدات ولا اتفاقيات وهوني كمان منلفت النظر على موضوع اتفاقية روما اللي نحن لو موقعين عليها كانت بتخولنا أن نتقدم بشكوى مباشرة إلى مجلس الأمن شكرا نحب بيتوضح منقدر ننجز ومسجد نقاط طبعا اليوم الاجتماع كان أكثر من ضروري في هذه الظروف اللي أمر فيها البلد وما حصل من نقاش هو تأكيد على التكامل بين المؤسسات الوطنية لمواجهة العدوان وأثار هذا العدوان وما التوصية التي خرجت بها اللجنة إلا التأكيد على تأمين ما نستطيع تأمينه من وصائق وأدلة لتقوم بين يدي الحكومة بكل وزراطها لتقوم بواجبها ومقاضات هذا العدو وكشف وفضح جرائمه التي لا توفر لا البشر ولا الشجر ولا الحجر فعلا شكرا شكرا أنا حسينك وما نظر أنه وضوع التمويل اليوم بخصوص الطوارئ المتفاصيل حسينك لنزيل مع وزارة الصحة لا يمكن نقدر نعالج رسال في المزيد من المتفاصيل أو على صعيد الصحة يعني ما بخفى لك أنه ممثلين وزارة الصحة يعولون كثيرا على تمويل هذه العملية من خلال احتياطي عم بتسعى أن تحصل عليها الحكومة ولكن لم تحصل عليها بعد وزارة الصحة وعلى المؤسسات الدولية اللي كمان تلقينا وعودا منها بحسب ما أخبرونا بموصلين وزارة الصحة ولكن بعد اللي حديت هلأ أنا ما بدي كون عم بنشر صورة سيئة ولكن كمان لازم نعرف أنه الإمكانيات جد متواضعة في حال سمح الله توسعت الأمور واضطررنا إلى استخدام وسائل لا نملكها وإمكانيات لا نملكها لمعالجة الناس